موسيقى مشاهدين الكرام حياكم الله أهلاً وسهلاً بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد في هذه المرة وعبر سكايب ضيفنا شاعر سوري مقيم في السعودية تحديداً في الرياض معنا عبر سكايب الشاعر بسام مصطفى حيا الله دكتور بسام وأهلاً وسهلاً بك في بيت القصيد أهلاً وسهلاً بك حياك الله أستاذ مصطفى مرحباً بك وبمشاهديك أشكرك شكر جزيل على الاستضافة في برنامجكم الجميل وأتمنى أن نقدم ما يليق به ويليق بك وبمشاهديك شكراً لك على الاستضافة هذا واجبنا دكتور بسام لكل مبدع صاحب رسالة ومبادئ سامية مكانة وحضوة عالية في مثل هذا البرنامج دكتور بسام وقبل أن نذهب إلى الأسئلة أو الشعر إطلالة بسيطة وتوطئة تعرف المشاهدين من خلالها على الشاعر بسام مصطفى أو الطبيب لك أن تقدم نفسك بدقيقتين كيفما تحب الوقت لك تفضل حباً وكراماً أستاذ مصطفى أهلاً بك أنا بسام مصطفى شاعر سوري تولد مدينة الحسكة عام 1981 أحمل درجة الماجستير في طب الأسنان وأعمل طبيباً في المملكة العربية السعودية طبعاً قد يبدو الشعر للطب قليلاً أنه بعيد عن الطب لكن كلاهما يختصان بالإنسان ومشاكل الإنسان وروح الإنسان وجسدي نعم إذا أردنا دكتور في البداية أن نتحدث عن المشاكلة في نفس الشاعر أو الأديب ما بين الطبيب صاحب المهنة وما بين جراح القصيدة أي الجراحين يتفوق على الآخر بتجربة الدكتور أو الشاعر بسام مصطفى أتفضل أستاذ مصطفى الشاعر هو إنسان والطبيب أيضاً هو إنسان وكلا الجانبين يتضافران في علاج الإنسان سواء كان روحه أو جسده فباعتقادي من تجربتي أن الأثنين يكملان بعضهما لا أرى أي مشاكسة أو تضاد بين الشخصيتين على العكس تماماً قد تعزز إحداثهما الأخرى هذا من وجهة نظري لا أدري هو ما ينطبق على حالتي بالذات فأرى أن تجربة للطبيب تمنح أفقاً جديداً للشاعر وأيضاً إحساس الشاعر قد يجعله أكثر حساسية وأكثر إحساس بمشاكل مرضى وبالتالي علاج جسدهم كما يعالج الروح علاج الجسد كما يعالج الروح الطبيب يعالج الجساد أما الشاعر في ذات الدكتور بسام مصطفى فإنه يعالج الأرواح إلى علاج الأرواح الآن وأولى القصائد التي ستفتتح بها هذا العدد من بيت القصيد لك أن تبدأ بالقصيدة التي تحب تفضل لك المنظر والكلمة شكراً أستاذ مصطفى آثرت أن يكون النص الأول وبما أننا في ضيافة الرافدين فلمص عن نهر الفرات وعن ما حصل فيه بان الحرب والتهجير التي شنها طالمون على أهله النص بعنوان أرق الضفاف تفضل يختال هذا الليل دون غواية الأقمار أو تلف طرف القوافي مستقفياً أرق العيون من الضفاف إلى الضفاف يثري ويحمل للبكاء مدامع السبع العجاف هو خمرة الوجع المعتق دمع من شرب المنافي يا الله هجر الفرات سريره ودنا تدلى نصف حاف لو كنت ألبس صبره لخلعت عن أرق ارتجافي هجر الفرات سريره ودنا تدلى نصف حاف لو كنت ألبس صبره لخلعت عن أرق ارتجافي لو قلت لي يا نهر لا تلقي العصى فوق الجراح واجلس على شط غجاء قصيدة بيضاء يلثغها الصباح ولنقترح قمر الربيعي العيون غنائي الوشاح إني لأحسد كل رمل فوق وجنتك استراح إني لأحسد كل رمل فوق وجنتك استراح لك أن تكمل إن أحباب لو جئتني يا نهر في المنفى لنشربه سويا لو جئتني يا نهر في المنفى لنشربه سويا لجدلت خيط الأمنيات وصوته وجها نديا لكن تساقط ما رواه النخل حين اهتز نضيا وامتطى حلما عصيا لو جئتني يا نهر في المنفى لنشربه سويا لجدلت خيط الأمنيات وصوته وجها نديا لكن تساقط ما رواه النخل حين اهتز نمضياء وامططى حلما عصية هل أقفرت عيناك هل جف الندى هل أقفرت عيناك هل جف الندى مذبع فرت ترحال عطر ضفائر اللبلاب مذتاه الصدى وذوا بحشرجة المنى وتبددى لو عمدت عشتار وجهي بالضياء وألبست عيني سحر غديرها لو عان قتلي لن تزعت الغول والأفعى لأجل سريرها لي دمع هذه الضفة الثكلة ولي أرق اليمام لي دمع هذه الضفة الثكلة ولي أرق اليمام لقلب طفل قد من حمئ الرعاة القانعين بما يجود به الغمام بما تقول الأرض أرهقها عويل الحرب تلتمس السلام يا الله فلنا وللأرض السلام فلنا وللأرض السلام ولك السلام كل السلام على هذا الشدو الإنساني الرفيع المستوى الذي يؤسس لأمة إنسانية مجتمعة مكتملة ترتدي البياض وضميرها نقي لا تشبه رياح محملة بالسواد دكتور بسام ليتك تحدثنا وبواقعية تامة عن التضحيات التي يمكن للشاعر أن يقدمها بواقعية تفضل والله بواقعية على الشاعر أن يكون ملتزم بقضية ما أنا باعتقادي يجب أن تكون القصيدة ملتزمة بقضية تمس الإنسان تمس الأمة تمس قضايا المجتمع أو الأمة التي يعيش فيها الشاعر إن كان الشاعر بلا قضية يحملها فأرى تأثيره قليلا جدا وقد لا يدوم فالواجب على الشاعر أن يقدم التضحيات في تشخيص الواقع في مواكبة القضايا التي تهم الإنسان في أن يبينها أن يحاول أن ينخرج في حلولها أيضا لا فقط في تجريح الحالة وتشخيصها عن صدى الشعراء صدى الشعراء في الواقع الثقافي العربي بشكل عام ودعنا نأخذ دورة بعيدا عن تحديد وطن أو بلد عربي معين حدثنا عن صدى الشعراء بشكل عام في ثقافة شعوبه هل فعلا هناك صدى مأمول ومطلوب؟ هل يتحقق الصدى المأمول؟ لابد من أن يكون للشعراء والأدباء عموما صدى مهم لأن باعتقادي أن طبعا وأنت تعلم ذلك جيدا أنه في دورات نهوض أو هبوط الأمم غالبا ما يترافق ذلك مع هبوط أو ارتفاع الأدب والفكر ومن ضمنها الشعر يعني فيجب أن يكون الشعر أن يقوم بالدور المناط به لهوض الأمة الآن قد يكون إلى حد ما جمهور الشعر أقل ربما وربما أكون مخطئا لكن أنا على ثقة ثامة أن القصيدة لا تموت وأن الشعر سيبقى له رسالته الإنسانية المعروفة ولا شك أن الشعوب تتجدد باستمرار وهذا هو ما نؤمن به وهذا ما نؤمن به وإلى شيء من الإيمان على صورة قصيدة محببة إلى نفسك تتركها أمانة في أسماعنا وقلوبنا ووجداننا تفضل إلى قصيدة جديدة دكتور بسام النص التالي هو إلى حد ما يتحدث عن حب من نوع خاص وهو حب التراب وحب الوطن وحب الأهل أنا عن به من حب تفضل ما بين حالين لا أمشي ولا أقف ما بين حالين لا أمشي ولا أقف صبرا أريك ولكن خافقي تلف أسلمت نخل المنى للريح تدفعه لو تعرف الريح ماذا يكتب السعف تفاءبت درب تحتي وارتخى أرقا والساقط النبض مني وانثنت كتف تدري النجوم بما في القلب من قلق والمال يكون قياد الروح ما عرفوا تدري النجوم بما في القلب من قلق والمال يكون قياد الروح ما عرفوا الموقدون برغم الدمع بسمتهم والصابرون وهم من عمرهم نزفوا الموقدون برغم الدمع بسمتهم والصابرون وهم من عمرهم نزفوا والناس يجون المدى وشياً وقد ملأوا وجه الصباح بشارات إذا هتفوا لو أسرج اليوم أحلامي لأتبعهم من أوقدوا السهد في العينين وانصرفوا ورحت أسري على ذكراً تسابقني أنا وقلبي واللحظات نرتجف ورحت أسري على ذكراً تسابقني أنا وقلبي واللحظات نرتجف أيام تحضنني بالشوف ضحكتها وتفرد الشام جفنيها فألتحف وتسكب الحب وتنثر الحب لي همساً وهدهدة وتسكب الشعر كاسات فأغترفوا هي القصيدة لا ما قيل أو كتبوا وهي البديعة مهما غيرها وصفوا هي القصيدة لا ما قيل أو كتبوا وهي البديعة مهما غيرها وصفوا كم كان لي ولها ظل ومتكأ وللغرام على أجفاننا لهفوا يا شام في الحب كان السر يكتمني إلا لديك فدي الأهداف تعترفوا لا ذنب أحمل إلا ذنب خافقتي وهل يلام فؤاد ذنبه الشغف يا جنة الله فوق الأرض أنزلها أكبرت حسنك ميل فردوس والغرف عمر مضى فيك لو هذا يطاوعني لكنت منه لذاك العمر أستلفوا ما زلت يا شام مسكوناً بأندلسي وهذه نجد في عيني والنجف بين الأزقة ذا مروان أبصره يشق وجه السنة للنجم يزدلف باكورة الحرف إني فجر منطقه ومنتهى المجد والتاريخ والشرف حرب البسوس أفاقت فمحى قمري وشتت القوم أينتي واختلفوا وعسعث الليل هل صبح فأشحقه أو منبر الصبر يدنيني فأعتكف سأحمل الشمس حتى تنطفي حرقي وأقبس الفجر حتى ينجل السدف وأكتم الجرحة مهما غاص في أملي يا ياء يأسي إني الشامخ الألف الألف بنوك يا شام مهما ساقهم وجع إلاك إلاك ما حب ولا ألف إلاك إلاك ما حب ولا ألف ومثل هذه القصائد تحب وتؤلف شعرنا دكتور بسام مصطفى عن الذين يمرون مرورا عابرا بجراح أبناء شعوبهم وقضيتهم وربما لا يكترثون ماذا تقول فيهم بصراحة أستاذ مصطفى يعني قلت قبل قليل أن الشعر الذي لا يحمل قضية هو ليس بشعر حتى وإن كان فيه شيئا من الموسيقى شيئ من الألفاظ شيئ من التناص شيئ من الإزاحة يجب أن يزين النص قضية يحملها قضية يحملها أضف إلى ذلك أن من لا يكترث بقضايا أمته وقضايا أهله فربما يكون هناك شك في إنسانيته لا في شاعريته فقط نعم حدثني الآن عن رأيك الشخصي وأيضا بشيء من الواقعية وبعيدا عن الحساسية وقل ما تحب دكتور بسان هناك خلافات أحيانا تطرأ على المشهد الشاري فتجد من يقولون هؤلاء كلاسيكيون وهؤلاء حدثيون وهؤلاء ما بعد حدثيين مثل هذه الموضوعات التي تثار هل ترى أن إثارتها مسألة صحية أم لك رأي غير ذلك غير ذلك والله أعتقد أن الموضوع الذي تكلمت عنه بما يتعلق بالنقد واختلافات الرأى في القصيدة هو أمر صحي لكن يجب أن يصب في مصلحة القصيدة نعم فبالنهاية النص الجميل والنص الملتزم أعيد وأكرر ذات الكلمة أو ذات الموضوع النص الملتزم والجميل سيفرض نفسه بالنهاية أما بما يتعلق في الحداثة والكلاسيكية فيجب أن يكون النص جميلا ويجب أن يكون معبرا عن ذات الشاعر وقضاياه وقضايا أمته قد يكون هذا بالمقام الأول أما فيما يتعلق بشكل القصيدة فالشاعر الحقيقي برأيه يكتب أكثر من نمط إن كنت تقصد في الشكل في المبنى وفي المعنى فشاعر السطرين يجب أن يكتب شعر التفعيلة والعكس تماما أما بما يتعلق في النثر فأنا لا أكتب شعر النثر أبدا لا أدري إن كان يسمى شعر نثر لكن هو فيه إحساس عالي وجميل وقد ينقل القضية إلا أنني أنا لا أكتب شعر النثر النثر فن قائم بذاته نحن متفقان النثر فن قائم بذاته وهو منفصل عن الشعر الشعر شيء والنثر شيء آخر هذا وهذا ما يراه جمهور كبير أو جمهور كبير من الشعر بقصيدة النثر وأنا لست مطلعا كثيرا بمواضيع النقد ربما أنت عرفوا مني إن كانوا يسمونها قصيدة النثر أو هي شكل أدبي جميل قد يندرج في الرواية أو في أي شكل آخر إلا أنني لا أكتب هذا النمط أكتب شعر التفعيل وشطرين وأيضا حتى الشعر العامي بشكل قليل نعم طيب قبل أن أنحو وإياك يعني منحا آخر بالحديث دعني أختم بهذا السؤال وليتك يعني تتكرم بالإجابة بكل بساطة وبلا أدنى تحرج قد تجد على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي من يتهمون من يكتب بلغة مغايرة للمألوف أو المعهود أو المكرور يتهمونه بالطلسمة وهناك من يتهم أي نص عميق بالعقم أي نص عميق يقول هذا نص عقيم لا عميق لمجرد أنه لم يفهمها هل ترى أن غياب الرؤى الوازنة أو الحاكمية الأدبية إن صح هذا التعبير هل ترى أن غياب هذه الخطط الضابطة للمشهد هي التي تجعل سين وصادعين ولم يلقي برأيه جزافا دون الاستناد إلى قاعدة علمية يتكئ عليها أحسد أستاذ مصطفى سؤال جميل جدا ولا أشكرك وهذا ينم ينم عن قراءة عميقة وشاعر مجيد وناقض أنا باعتقادي أن الشعر عندما يطرح على مستوى واسع أو مستوى شعبي إلى حد ما ويتاح النقد لكل من يريد النقد قد يخطئ النقد فكما تفضلت ربما يرون نصا عميقا لكن لمجرد أن لا يفهموه فيتهمون الشاعر جزافا ببعض الصفات وبعض هذا نص طلسمي هذا نص سريالي هذا نص تذريري غامض مغمض غير واضح وربما يقولون هذا نص لا ينتمي للعربية أساسا صحيح رأيت مثل هذه التعليقات وسمعت بها وأنا أتمنى لو كان هناك منصات متخصصة في الأدب أكثر قنوات فضائية منتديات محكمة يشرف عليها أدباء ونقاد حقيقيون وشعراء وإعلاميون ربما تنال القصيدة حقها في النقد الصحيح والإيجابي والصحي أيضا وهذا ما نأمله مثلك أو مثلك دكتور بسام ليتك تأخذنا الآن إلى قصيدة جديدة بعدها سأخذك إلى مكان تحبه لكن نريد القصيدة قبل أن نذهب إلى المكان الذي أود أن أخذك إليه إلى القصيدة تفضل نشف القصيدة النص التالي يتحدث عن مأساة النازحين النازحين بكل جنسياتهم وألوانهم قد أخص بشكل رئيسي النازحين السوريين والعراقيين الذين ذاقوا من ويلات الحروب والتحجير والويلات الكثيرة النص بعنوان لو آبت معي ضلاني وانكفأت خطاك ولف ضحكتنا السحاب لا مغلق بابي تماما ربما تأتين أو رحل الغياب كان امتظارك شمع نافذتي سهدا يمدده ارتقاب لا جئت أنت ولا غفوت ولا سجال الليل باب الله الله كان امتظارك شمع نافذتي سهدا يمدده ارتقاب لا جئت أنت ولا غفوت ولا سجال الليل باب ظلاني يا حزن اليمام ودهشة المنفي في مدن الحصار من للغريب سوى الأمان وسوى انتظار الماء من شفة العصار زين خطاك إذا مشيت زين خطاك إذا مشيت إذا دعاك الحلم أن تلج المدى وانفر دموعك للسحابة ربما يشفيك ملح الخوف إن بلغ الصدى زين خطاك إذا مشيت إذا دعاك الحلم أن تلج المدى وانفر دموعك للسحابة ربما يشفيك ملح الخوف إن بلغ الصدى وحياني هل تدرين ما سر المسافة حين يبصرها القصي وحياني هل تدرين ما سر المسافة حين يبصرها القصي تتكور الساعات حول بكائنا والوقت دمع قرمزي ضاعت وصايا الفجر كيف تبعثر في التيه وابتعد النبي أنا يا ابن أم أنا يا ابن أم الحرب قد أخذت مداها في أسايا فلا فلمني انتخذت الليلة مرسى أنا يا ابن أم الحرب قد أخذت مداها في أسايا فلا فلمني انتخذت الليلة مرسى قمران ينحدران من أعلى ابتهاج السر حتى الحزن تلك مسافة النسيان إن لم تذكر الأشياء والأشياء لا تنسى ما أضيق المنفى إذا اتسع البكاء عن الدموع ما أضيق المنفى إذا اتسع البكاء عن الدموع ما أطول الأحلام حين تحسست بين الرؤاء فجر الرجوع ما زلت أرتشف الضحى مما تبقى من قصائد القديمة وأهز جدع الذكريات فما تساقط غير أنات سقيمة مقحا رصيف بارد والليل أقصر من أسانا يتساءل المشتاق يا أهل الهوى أبنصف ليل يكتفي العشاق أم ليس حزانا صبري يمدد ضفتيه إلى البعيد ويصيح يا ذكر البلاد ألرجعي مثل الغيوم أمر ذكرى ويفر مسرى أدمعي وأرى العيون المثقلات بسرها وأقول لو آبت معي صبري يمدد ضفتيه إلى البعيد ويصيح يا ذكر البلاد ألرجعي مثل الغيوم أمر ذكرى ويفر مسرى أدمعي وأرى العيون المثقلات بسرها وأقول لو آبت معي ليلاً فليلاً يشرب المنفى حروفي يستكين بأضلعي وحدي هنا لا شيء يعرفني سوى هذا الطرير وشهقة القمر الحزين بمسمعي الله الله عليك دكتور بسام أنت طبيب الأرواح كما أنت طبيب الأجساد أيضاً دكتور بسام لانا تشتبك يمينك ويميني وتأخذني إلى سوريا التي تحب وهناك ستأخذنا إلى أكثر ما أو من تشتاق إليه فيها لا شك أن بالمقام الأول هم الأهل لا شك بذلك و ثانياً أي إنسان بعيد عن بلده يشتاق لكل تفصيل في بلده ولا شك اتداء من ترابه إلى سمائه إلى ناسه إلى أطفاله إلى كل التفاصيل التي يفتقدها فالشوق عام والحزن على ما فيه أيضاً هو عام أحسنت أحسنت يا دكتور سنواصل معك هذا اللقاء العذب والشائق من بيت القصيد ولكن مشاهدين الكرام سنخرج الآن إلى فاصل قصير بعده نواصل ما بقي من حلقتنا رفقة شعرنا لا تذهب بعيداً مشاهدين الكرام ننوه لحضراتكم أن تردد قناة الرافدين الفضائية هو عشرة آلاف وسبعمائة وسبعة وعشرون الاستقطاب أفقي على مدار القمر نايل سات شاهدين الكرام أهلاً وسهلاً بكم من جديد وهذه الحلقة من بيت القصيد ولمن التحق بنا في اللحظات هذه معنا عبر سكايب الشاعر السوري الطبيب الأستاذ بسام مصطفى أهلاً وسهلاً بك دكتور بسام مجدداً وحياك الله دكتور بسام ليتك تأخذنا الآن إلى قصيدة جديدة إلى الشعر مجدداً تفضل دكتور مرحباً بك مرة أخرى أستاذ مصطفى ومشاهديك ومتابعيك ومشاهدي قناة الرافدين أهلاً بك النص الآن الذي سأقرأه هو يتحدث عن ربما تشخيص المشكلة في بعض البلدان العربية وما تم فيها ربما يتعلق بالعسكر والجنرالات هو نص ليس بالطويل كثير لكن أحب أن أشاركه معك ومع جمهورك الكريم لك كذلك حباً وكرامة تفضل لا بد من وجع لكي يزهو الدواء لا بد من وجع لكي يزهو الدواء للحرب حكمتها بأخذ الخارجين عن السياق لا بد للجنرال من وجهين يبكي ضاحكاً في سره فاليوم أصبح قائداً أعلى وقد قتل الرفاق لا بد للأشياء أن تعتاد وحشتها فالليل قد بلغت ترى وأصابع الباقين من حرب الطوائف تلبس شهقة الموتى وحشرجة اختناه لا بد مني عاشق لا بد مني عاشق وضفيرتاك أهلة تزهو وخافقة اجتياء لا بد من بيت أخير للقصيدة ها أنا أستل آخر ما تبقى من دم الأوراق لا بد من هدم الجدار ليس من أجل اليتامة إنما لا بد من هدم الجدار ليس من أجل اليتامة إنما حتى يبول الجند في أدناه إن ضاق الخنا لو كان لي وجه الخزامة لو كان لي وجه الخزامة لخرجت عن جسدي مساء وانتثرت على صبي لو كان لي وجه الخزامة لخرجت عن جسدي مساء وانتثرت على صبي لو كان لي كتف الزناد لمن حنيت وقطعت للجنرال إصبعه لكي تنجو الضحية لو كان لي كتف الزنان لما انحنيت وقطعت للجنرال إصبعه لكي تنجو الضحية لو كنت في حرب الطوائف راية بيضاء أو سوداء أو ما بين بين المخملية لجعلت من لغتي شراعا وسعيت للريح العتي الله الله ما أجملك لو كنت في حرب الطوائف راية بيضاء أو سوداء أو ما بين بين المخملية لجعلت من لغتي شراعا وسعيت للريح العتية سأقول للمنفي مثلي أننا ضدان لكن الغريبة وسره تنبي به الدمعات من قبل التحية كيف افترقنا تحت حد الموت فوق ترابنا ثم اجتمعنا هاهنا في خيمة الإحسان في بلد قصير الله الله ما أجملك دكتور بسامة الآن سأخذك إلى إسقاطات طبية على الشعر وتجيبني بإجابات أدبية ما استطعت إلى ذلك السبيل ما رأيك بهذا التحدي المفاجئ؟ نحاول أستاذ مصطفى هل القصيدة لا تقلق لا تقلق ستكون خفيفة على اللسان ثقيلة في الوجدان ودسمة هل القصيدة أسنان باعتقادك؟ يجب أن يكون لهذا وإلا لن تكون مؤثر ما هي القواطع في القصيدة باعتقادك وبحسب تقديرك؟ القواطع التي يجب أن تحضر في بعض النصوص الأنياب القاطع القواطع يجب أن يكون الفكرة تلامس قضية إنسانية سامية أولا ويجب أن تحمل لغة جميلة لغة شعرية حقيقية نعم يجب أن تكون تلامس الإنسان بشكل رئيسي نعم في الأسئلة الأولى كنت أطلب منك أن تكون الإجابات بواقعية لأن نريد أن نحفز المتخيل شيئا فشيئا أو نحفزه نوعا دكتور بسام لو أردت أن تعود بالزمن إلى الوراء ومقابلة بعض الشعراء القدماء باعتقادك شخصية من من الشعراء الذين قرأت لهم ترى أنه يصلح لأن يكون طبيبا جراحا مثلا والله هناك أكثر من شعر أبرزهم الذي قفز اسمه إلى ذهنك الآن من يكون ربما ربما بدر شاك بالسياب أو المتنبي الشعر الذي كان يستحق أن يكون طبيب المخ والعصاب من هو المتنبي أيضا المتنبي لا شك الشعر الذي كان بإمكانه أن يكون معالجا نفسيا معالجا نفسيا الكبير بدر شاكر السياب بدر شاكر السياب رأيتك يعني كنت تتراوح ما بين بدر شاكر السياب والمتنبي وهذا المزج ما بين شاعر من العصر العباسي وشاعر من العصر الحديث إلى أين يمكن أن يقودنا لو أردت أن تفيد القارئ أو الشاعر الذي لا يزال صاعدا ومثابرا على الطريق هل هناك خطة كانت مقصودة للمزج ما بين العصور في قراءتك الشخصية حدثني في هذا الموضوع قليلا أستاذ مصطفى هو لم يكن التأثر الشديد بالبدرستين أو الشاعرين العمناقين المتنبي مالع الدنيا وشاغل الناس وزعيم الحداثة في العصر الحديث زعيم الرواد بدر شاكر السياب عن سابق تخطيط وإنما هذا ما جلبه القراءة وبالتالي النص المدهش والجميل سيجبر الشاعر أن يتأثر بالمدارس المذكورة وأعتقد أن أغلب الشعراء متفقون على من ذكرت التمازج بين المدرستين لم يقع عن سابق تخطيط ولكن لمست عبقرية شذة ربما لا تتكرر فيها بين الشاعرين قبل أن أذهب إلى طرفة أخرى أود أن أخذك إلى سؤال مختلف هناك شعراء لا بأس بهم يرون بأن النص الشعري ينبغي أن يقوم بنائه على فكرة واحدة من أوله إلى آخره هل أنت مع هذا الرأي أو أنك ترى بأن القصيدة تحتمل أن يكون بها أكثر من فكرة وإن تعددت رؤى هذه الأفكار باعتقادي أن النص الحديث المدهش يجب أن يحتوي أكثر من فكرة وأحسن متعددة جميل والأمثلة كثيرة ربما تعرفها في العصر الحديث من قصائد إن شئنا أن نسميها هي قصائد درامية تتكلم عن الحب وعن الإنسان وعن الوطن وعن الغربة وعن الحبيبة وعن الأم فهذه القصائد هي أقرب للملاحم باعتقادي عندما تكون من فكرة واحدة فهي تناقش موضوعا واحدا وتلامس السياقا واحدا من البشر وإنما محددة جدا حتى أن هذه الطريقة ليست فقط ناشئة بزماننا دكتور بسام في العصر الجاهري كان الشعراء ربما يبدأون مطالعهم الوقوف على الأطلال ومن ثم الوقوف على الأطلال ومن ثم التغني بالقبيلة وربما بعد ذلك يذهب إلى الموضوع الذي يريد ربما يصف رحلته ويصف راحلته وربما يقف على المنازل وربما يذكر بعض مغامراته أحسن وأنت تعرف كما فعل أمرو القيس وغيره من الشعراء فالقصيدة تحتمل القصيدة المتكاملة الناضجة تحتمل عدة مواضيع في آن واحد الآن إلى الطرفة مختلفة وهي فيها تحفيز لغوي دكتور بسام سأطرح عليك خمسة مفردات خمس مفردات وأريد أن تعطيني التعريف الذاتي الذي يمثلك لكل مفرد بعيدا عن التعريف الدارج والمعروف لدى الكثير من الناس هل أنت جاهز معك أنا أستاذ مستوى الكرسي الذي يجلس عليه مريض الأسنان كيف تراه؟ بعبارة واحدة الكرسي هو مكان تخليص المريض من ألمه مكان تخليص المريض من ألمه أحسنت أحسنت مكان تخليص المريض من ألمه هذا هو كرسي طبيب الأسنان ربما خوفه أيضا ربما خوفه عند البعض ليس الكل نعم إذن هي وجهة نظر الطبيب أنه مكان تخليص المريض ولدى المريض يكون هناك هاجس شيء من الخوف نعم لا شك بذلك المعطف الأبيض وسره أريد رأيك الشخصي المعطف الأبيض هو يجب أن يتسم قلب من يلبسه من يلبسه بنقاء هذا المعطف الله جميل جميل جدا يا دكتور طيب الآن بالنسبة للصفحة البيضاء كيف تراها وكيف تعرفها؟ الصفحة البيضاء أراها هي قلب الأنقياء ممن نحب وهي مكان لهبوط القصيدة أيضا القافية القافية هي اللازمة الموسيقية الضرورية في الشعر ولا يجب على الشعراء أن يتخلوا عنه سواء كان بشعر التفعيل أو الشطري أخيرا الفرصة الفرصة يجب أن تنتهزها إذا كانت بالشكل الصحيح والأخلاقي لأنها لن تتكرر أحسنت يا دكتور يجب أن تنتهزها بشكل الصحيح وبأخلاق وتذكر دائما أن الفرصة قد لا تتكرر أحسنت صنعا وإجابة دكتور بسام مصطفى الشعر السوري الآن وقبل أن نذهب إلى قصيدة جديدة سأطرح عليك سؤالا مختلفا نوعا ما ونريد إجابة عفوية دون تفكير مسبق أريد إجابة فورية كيف يمكن للشاعر أن يشعر بالإنصاف عندما تصل قصيدته إلى الناس ويلامس همومه عندما تصل قصيدته إلى الناس ويلامس همومهم غير ذلك غير ذلك فكر بأنانية الشاعر للشاعر حقا يكون أنانيا أحيانا أليس كذلك؟ أتفق معك إلى حد ما يجب أن يكافأ بالإطراء والمدح على نصه وشعره الجيد وقضيته التي التزم بها الشاعر أستاذ للحب وهو فاشل فيه هل تتفق؟ لا أتفق كثيرا ولا أختلف كثيرا فالشعراء هم حساسون نوعا ما وربما هذا يجعل من موضوع الحب يحتاج إلى تفاصيل دقيقة جدا وهذا ما يقال أن بعض الشعراء ربما يكونون فاشلين في الحب لا أتفق أبدا فالحبه أساس الإنسان وربما سيكون أساس الشاعر لأن الشاعر سيكون أكثر حساسية تجاه المشاعر الإنسانية ليس كل شاعر حكيما ولكن كل ليس كل حكيم شاعرا عفوا ولكن يجب أن يكون لدى كل شاعر قدر معين من الحكمة هل تتفق؟ يجب أن يكون حكمة وطيش أيضا نعم ونزق لأن الشعر هو انعكاس هو مرآة الحياة والحياة تحتوي كل التفاصيل المتناقضة نعم تحتوي الحكمة وتحتوي النزق وتحتوي الصدق وتحتوي الشاعر هو مرآة للمجتمع نعم دكتور بسام وقد وفاجئك بطلبي أنا أعرف أنك تكتب أيضا الشعر الشابي ونريد قصيدة شعبوية تصلح لالعامة من الناس أو تصل ببساطة وبانسيابية حتى تكون مسك ختام هذه الحلقة من بيت القصيد هل أنت جاهز لذا؟ لك بالك استطر سأقرأ نصا عاميا بلهجة أهل الجزيرة السورية التي تفضل ربما تكون نفس اللهجة العراقية قريبا لأهلنا في العراق نعم تقريبا أهل الجزيرة في سوريا مع أهل العراق يشتركون بنفس اللهجة خذنا إلى هذه القصيدة حتى تكون أجمل ما نختم به هذه الحلقة تفضل طبعا لإيماني بانتصار الحب في النهاية على الحروب وعلى التدمير وعلى التحجير فالنص هذا هو نص غزلي ربما يكون إجابة على سؤالك السابق على الشعراء ربما الذين يلتزمون بقضية معينة لا يكتبون في الحب لكن هذا النص هو نص للحب يل أخذت من القمر ضحك وجبين يل أخذت من القمر مجددا؟ ضحك وجبين ضحك وجبين ويال لبست من المساء رمش وكحل عشاء الله البحر يشبه عيونك مرة جارف مرة طايش مرة هادي مثل ضحكات الطفل وأنا نخلة معلقة بغيمة لقات يا كبر صبر النخل أستلف دمع أماني وأنت تتغلب ثقل وأنا ملهوف على وجهك وورد خدك اللي شاتلني شتل يلمو أعيدك سراب وما تجي يلمو أعيدك سراب وما تجي لو لمست بروحي عطرك يا ندى وقلبي رمل من سألتك يا حلو رشفة عسل جاوبت عنك تفاصيلك دلال اللي يريد الشهد يتحمل نحل اللي يريد منك تتك اللي يريد الشهد يتحمل نحل اللي يريد الشهد يتحمل نحل أحسنت لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر أصبت قولاً وأحسنت إلقاءاً دكتور بسام قبل الختام رسالة عفوية من قلب صادق أنا ظننتك انتهيت من القصيدة لكن لك أن تكمل تفضل كلنا ذن مصغية بالعكس كلنا متعطشون إلى مزيد من هذا الأسلو وهذه البساطة في القرب من الإنسان تفضل أكمل القصيدة من سألتك يا حلو رشفة عسل جاوبت عنك تفاصيلك دلال اللي يريد الشهد يتحمل نحل من كتبتك ارتشفت النجمة من شفتك ومع الغيمس رحت ومن بعد ليلين ظلت ريحتك يمي ولا تنك رحت يا المراودني على ساعة منام شردت كل فكرة عندي ولا ارتحت ويا المراهلني على صبري عليك ما أنا قدرت وجنتك انت ربحك حاولت أنصى ضحكتك واسجنتني وحاولت أكتم دمعتي اللي فضحت وقتي واقف ولا مشت بي الثواني عند ودعك صرت دمعاته طحل شكرا لكم ما شاء الله عليك دكتور بس ما العفو منك يوه الشاعر المفوه فصحى وقربا من الإنسان البسيط هذه القصيدة التي تجعل من العراق وسوريا بلدا واحدا بعفوية المحب بعفوية المحب ماذا تقول من أجل سوريا في الختام؟ أفضل والله أتمنى أن ليس من أجل سوريا فقط كل البلدان التي يعاني أهلها أتمنى أن تعود سليمة معافاة أتوق إلى ذلك اليوم بكل ما أحس وكل ما يتدفق في قلبي من مشاعر وأمنيات وصلنا إلى الختام للأسف دكتور بسام والأمل أن تكون الحياة كريمة بالقدر الذي يتيح لنا تكرار مثل هذه اللقاءات العذبة والجميلة أنا سعيد بذلك أستاذ مصطفى وشكرا لك وليقناة الرافدين ومشاهديك على رحابة الصدر وعلى هذا اللقاء الماتع الجميل شكرا جزيلا لك شاعر بسام مصطفى الشاعر السوري الجميل والطبيب كما عرفت نفسك الطبيب الأجسادي والقلوب أو كما تحب أن تطلق على الشاعر إن كان يشتغل بمهنة الطب شكرا جزيلا لك دكتور بسام مشاهدين الكرام بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوع بيت القصيد في الأسبوع المقبل بحول الله وقوته يتجدد لقاؤنا رفقة شاعر جديد وحتى ذلك الحين لكم مني أطيب التمنيات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى اللقاء اشتركوا في القناة